اشتركوا في القناة الفلاحي عمل لي 600 جرام سمنة طبيعية مرملة وحلوة ورحتها بتشاه تحفة شوفي قديش هتوفري على نفسك وغير هيك كمان صحية ومفيدة وحنبعد عن الدهون المخضرجة والسمن الصناعي هادي كنت عاملاها أنا قبل أكم من يوم حابت أورجيكم إياها كيف عندي كيلو من الزبدة البلدة الطبيعية من الحليب البقري اشتريتها من الناس اللي عندهم يعني مربين الأبقار وبيبيعوا الحليب أو من أي فلاحة بتبيع أجبان وزبدة وهيك حطتها في طنجرة غير لاصقة أو طنجرة قاعداتها سميكة وبدت ايش بدت تغلي شوي حرش ممكن ملح نص معلقة صغيرة من الملح وممكن بدون ملح حتبدأ تطلع ريم أو رغوة حبدأ أرفع في الرغوة وأوطئ النار لما تبدأ تغلي ححط معلقة من الجريش أو من البرغل الخشن هذا لأنه الزبدة فيها سوائل كتير معروف الزبدة فيها سوائل فالجريش حيمطص السوائل ويترسب كده تحت علشان هيك حنحطيها جريش يا قمح ويبدأ يغلي معايا وأوطي حيغلي مدة من خمس دايق لعشر دايق لما يصير اللون صافي والريم هذا مش حرميه كل حاجة من الأجبان والألبان بنستفيد منها يا جماعة يا سلام اللي بيتابعوني من العراق أو في مصر من حليب الجموسي بيعملوه تطلع تحفة لما تصير لونها شفاف حط في النار واستنى هيك ربع ساعة تهدى شوية وأحطها في مرتبان شفاف أو زجاجي أو يتكون معاقم وناشف وأزلها شوية شوية أصفيها هيك وخلي المرتهاي اللي هي الجريش أخليها على جانب هادي برضو حنستفيد منها بس تبرد بغطيها بتركها هيك برحطها بعدين بحطها بالتلاجة هادي كنت عاملاها أنا قبل يومين درجة حرارة الجو والمطبخ مش متلجاها شايفين ما أحلاها لون وطعم لا حطينا صبغات ولا فيه دهون صلبة ولا دهون صناعية ولا مهدرجة تعمل إلى الفطور البيض الحلويات البتيفور الريم والمرتا ممكن أستخدمهم أحطهم على رز أحطهم اللي فيهم بيض أحطهم على شوربة اللي بدكي هايها بعد ساعتين كانت في التلاجة وطلعت أوريكم إياها مرملة وفلاحة بدون ألوان رائعة هادي قبل أسبوع عملتها كانت بالتلاجة شوفوا كيف برضو يعني ما شاء الله اكسبوا الموسم واعملوا السمن البلدي واستمتعوا بمعمول العيد وبتيفور وأكلاتنا صحة تكون ودهوننا كلها تكون طبيعية اللي بنستخدمها وأهم حاجة وفرنا على حالنا من الغالي شايفين كيف؟ يلا يعطيكم ألف عافية كل عاموا أنتوا بخير أنا نجلا من مدينة غزة من فلسطين المحتلة شكرا للمشاهدة